بنقول الكيمستر عندنا السنانتي متكونة من انورجانيك وارجانيك يا شباب متكونة من جزئين الانورجانيك دولة هتاخد أول أربع أربع شابتر يبقى الشابتر الأولاني اللي هو الترانزيشن الشابتر الثاني اللي هو الاناليتيكال الشابتر الثالث اللي هو الإلكترو سوري الإكوليبريام والشابتر الرابع اللي هو الإلكترو دولة كلهم بيدرسوا في الترم الأول من هنا لحد الترم الأول ودولة حوالي 60 او 65% من المنهج بتاعنا دولة الانورجانيك يعني القسب اللي مش اورجانيك خلاص اربع شباتر الترانزيشن هنتكلم فيها اربع دروس اربع دروس في الترانزيشن هنتكلم على الدي بلوك بشكل عام اتكلمنا السنة اللي فاتت عن الاس بلوك والبي بلوك فهنتكلم السنة دي عن الدي بلوك تمام ده بالنسبة للترانزيشن إليمنتز اللي هنبدأه من اول النهاردة ان شاء الله في الغالب بنخلصه في حوالي 7 حصص او حاجة زي كده بالامتحان بتاعه هيبقى 8 حصص الاناليتيكال ده جديد عليكم شوية يعني اول مرة تتعرضونه وده الجزء المليء بالكيميكال ري اكشنز وده بيبقى 3 دروس بس هو عبارة عن 3 دروس مش اربعة الدرس الاول تقيد شوية عشان فيه كمية اكويجنز كتيرة انما الدرس التاني والتالت يعني كمية الاكويجنز اللي فيهم اقل الاناليتيكال دي هي اللي فيها الكميكال ري اكشنز اللي بيحب الكميكال ري اكشنز هيتعب شوية في الاناليتيكال بس بإيسد اللي هنزبطها مع بعض واحنا بنعمل التمهيد بتاعها فالموضوع ان شاء الله هنتخططه مش هاتحك عليكم يعني انا مش هقول من الاول كده ان الكمية بتاع التالتة سنوية سهلة جدا اولا المنهج طويل ثانيا المنهج فيه صعوبات يعني فيه حتات سهلة فيه حتات صعبة كاي منهج هتقابلوه في الدرسة بتاعتكو احنا مشيه طب الاكوليبريم ده بيتكلم على الريفيرساب والرياكشنز اللي هم الرياكشنات اللي رايح جاي يعني رياكشن اي بلس بي يديني سي بلس دي في نفس الوقت سي بلس دي بيتفعلوا مع بعض تاني عشان يرجعوا يديني اي وبي هل في حاجة زي كده في الكيميستري اه فيك حاجات زي كده في الكيميستري بيزدن لها لدرسها في الاكوليبريم وانا باعتبر ان الاكوليبريم هو الواحة بتاعتنا اللي احنا بنرتاح فيها هو اطول تشابتر في الانورجانيك اوكي ولكنه اسهلهم ويعتبر اسئلته هي اكتر اسئلة مضمونة في الانتحان ده الاكوليبريم بعد كده هنتكلم على الاكوليبريم ده عبارة عن اربع دروس برضو المعاصر مقسمها الاربع دروس الاكوليبريم كان تلات دروس بقى اربعة بقى خمسة كل شوية المعاصر عمال يقسمه 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 اكتر فهنعتبره اربع دروس او خمس دروس الالكترو من الليسونز او من الصغيرة القليلة انا بعتبر الالكترو من الحاجات اللي ان شاء الله هتبقى سهلة معنا واحنا شغلنا خلاص يبقى الاناليتيكال فيها شوية غلاسة والالكترو يعني فيها افكار جديدة ومهمة ومسائل وكده جزء يعني فيزيكال كيمستري اكتر منه كيمستري وبعدين بقى هنتكلم على الارجانيك تقريبا احنا بنخش على الارجانيك ده في شهر فبراير تقريبا مع بدايات الترمي التاني الارجانيك بيبقى عليه قد ايه يا شباب عليه ثمسة وثلاثين لاربعين في المية من الدرجات بتاعت الامتحان بتبقى في الارجانيك خلاص الارجانيك كام لسن؟ الارجانيك اتناشر لسن ايه التحدي الاساسي في الارجانيك واحنا شغالين فيه التحدي الأساسي في الأورجانيك واحنا شغالين فيه إنك أنت بكون زهقت بالترمي التاني التحدي الأساسي بتاعنا في الأورجانيك مش صعوبة الأورجانيك وسهولة لا لأن الأورجانيك يا جماعة والله الأورجانيك ده اللي حبيبني في الصيدلة وهو اللي حبيبني في تدريس الكيميستر الأساسي إنما في أن أنت هتبقى زهقان من كتر الضغط بتاع السنين السنة الطويلة اللي احنا شغالين فيها فهتيجي على الترمي التاني هتحس بالملل ده اول تحدي لنا في الأورجانيك التحدي التاني انه هو متشابك يعني الاسئلة بتاعته بتبقى متدخلة في الاثناشر ليسون مع بعض صعب او انك تذاكر ربع الأورجانيك بس او تذاكر درسين او تلات دروس من الأورجانيك وتسيب الباقي لان ممكن السؤال الواحد بيجيب لك من الدرس الاول والدرس الحداشر الدخلين في بعض فده الأورجانيك بعض المدرسين بيدرسوا بيبدأوا بالأورجانيك قبل ما يبدأوا الانورجانيك انا محبش عامل كده اولا عشان خاطر لو المدرسة بتاعتك شغالة جد وهتعمل لك امتحانات شهرية او كده فهتلاقي ان هم شغالين بترتيب الوزارة ثانيا عشان خاطر لا قدر لو حصل اي حاجة خلال السنة زي مثلا ما حصل في الكورونا او كده فطبيع جدا ان الوزارة لما تيجي تلغي بتلغي من الاخر ما بتلغيش من الاول فبتلاقي ان انت ممكن تكون خدت معايا مثلا ثلاث اربعة دروس اورجانيك وهما لهوهم في الاخر فانا بحب امشي وانا متطمن على نفسي وعلى الولاد فبنمشي بالترتيب بتاع المنهج بتاعنا عادي ده بالنسبة للتأسيمة بتاعت المنهج